هاي بنات بهالتيتوريال حبيت اعمل سموكي الكحلة تتكونوا مميزين قدام كل صحباتكن ويتطلعوا فيكن وما يقدروا يعرفوا شو اللي محليكن يلا تعووا نشوف الخطوات سوا الفونديشن من لوريال مكياج السموكي بيلبق له تغطية كاملة من كرام الاساس لانو الالوان الغامقة على العيون بتبين احلى مع بشرة ما فيا شوائب مدى كرام الاساس بريشة H&M على كل وجيك بودر ترو ماتش من لوريال الفونديشن بيسبب خطوط على العين من فوق ومن تحت مشان هيك لازم نحط البودرة لضيان اكتر انا حبيت حط اللون الفاتح تحت العين واللون الغامي على الخطوط البلو بايز من جيفانشي للون ممواج فوق عيني كمي للازرق استعملي هالبروداكت من جيفانشي ومدى على الجفن المدحرك مع استومباج تتوصله للجفن السابت القلم الاسود من لوريال رسمي خط اسود بشكل عشوائي يعني مش ضروري الخط يكون بيرفكت لانه بدنا نعمل استومباج للايلينر ومن بعدها بواسطة ريشة اتش اند ام نزج الخط لون السمو من دلي بواسطة لون السمو رح نخفي الخط يلي رح يبين بين الكحلة واللون العاجي اذا بشرتك سمرة فيكت اول لون شوي ليمين للسمو القوي الايلينر من عطلية مدى خط اسود عريض من وسط العين حتى الاخر ومن بعدها رسم الخط من قدام ما تعرضه وجربه ما تمد الايلينر لانه ما كتير بيلبق لمكياج السموكي اذا عنديك ايلينر كحلة ممكن تستعمليه بدل الاسود القلم الاسود ومسكرة من لوريال ما اشتر موشيك بالمسكرة السوداء وعيدها الحركة عدة مرات حتى يصيروا كتير سميك ومن بعدها حطت القلم الاسود بقلب العين القلم الكحلة من لوريال خطتي تحت العين بالقلم الكحلة الغامي وانتبهي ما يكون كتير عريض بالاول بس فيك تعرضيه باخر العين البنة من دلي علمي حويش بيك بالبراون باودر تيكون اللون كتير ناتوريل البلاش البنة من دلي اذا انتبحت هالبودرة مقصمة لعدة ألوان هالبروداكت بيساعد انه تحصلي على لون مميز مش موجود بحيالة مستحضر حطي البلاش على خدودك ومرق اللون على الحنك حتى يغمق ويتحدد وجيك الحمرة الذهبية من كريولاو مع ألم لوريال كبري شفافيك بألم لوريال ومن بعدها طبعي وسط الشفاف باللون الذهبي إذا كانت بشرتك حنطية أو سمرة اعتمدي هاللون وإذا كانت فاتحة فيك تغمق شوي يعني تنقل لون ذهبي مي للأورانج تابعينا دايما انت تحضر أروع مدريت الماكياج على دنيتي وفيك تتواصلي معي على فيسبوك انستغرام وتويتر بشوفيك بفيديو جديد باي باي شكرا